خصوص الموضوع المرتبط بهذا الإجراء الذي قامت به الحكومة اليوم من خلال المرسوم المتعلق باستفاء رسوم الاستيراد على الأنابيب الفولادية هذا المشروع هو مشروع استراتيجي وكبير جدا وهو مشروع الذي يستهدف نقل المياه من الحوض السبول الذي يوجده نسبيا الوفرة إلى الحوض أبيرقرق الذي من خلاله سوف يتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدر البيضاء وفي شطر آخر ستكون مراكش في أفقنا في مستوى ثاني الكلفة هي استاد المليار الدرهم هذا الآن نتكلم عن طرور الضلو هذا هو الطريق السيارة للماء نقل الماء من حوض إلى حوض سوف يتم أخذ المياه من سد المنبع الذي هو سابو مشروع فيه مضختين نتعين 66.5 كم من الأنابيب فولادية بالقطرة 3200 مم الصبيب هو حوالي 15 متر في الثانية تقدم الأشغال الأشغال الحفر 100% وضع الأنابيب 21% أشغال المضختين الأولى بلغة الأشغال 44% والمضخة الثانية 78% الموعد التعاقدي اللي متعقد فيه الحكومة مع المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع هو أكتوبر 2013 نتوقع إن شاء الله أن يتم تنفيذ الفعلي لهذا المشروع قبل هذا التاريخ لذلك الحكومة تخذت هذا الإجراء اليوم بش العملية استيراد هذه الأنابيب التي لا ننتجها للأسف محليا ما تعرفش واحد التوقف فالحالة التي يسير عليها تقدم هذا المشروع هي جد مرضية وسوف نكون إن شاء الله في الموعيد المحدد باش يوصلك جديد فيديوهات لإنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس